عايزة الإجراء غير مصر عايزة أقول لكم وهوريكوا دلوقتي الأخبار اللي من العالم اللي بيتكلموا على أزمة غزاء من أول أمريكا لعام السنة اللي جاية وألمانيا السنة الجاية وبريطانيا السنة الجاية شايفين أزمة عندهم إزاي ارتفاع الأسعار وإحنا هنا فضل ربنا وإدارة الدولة وإرادة سياسية إنه نوفر رغم ظروفنا الصعبة جدا ولكن دولة تتحرك في كل اتجاهات سواء قد التموين وحتى بجانب التموين والزراعة وكان معنا مبارح سيد وزير الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والتحالف الوطني الأهلي اللي موجود النهاردة في سوهاج النهاردة موجود في قرية أم دومة على سبيل المثال يعني في سوهاج وهنكلم حضراتكم عنه بعد شوية والسبوع اللي فات كانوا في كفر الشيخ وبعده كانوا في إنا وقابلوا كانوا في البليانة عندنا في سوهاج أيضا وبعده كانوا في أسوان وقابلوا كانوا في الشرقية وقابلوا كانوا راحين في ومبارح نحن كنت نشوف عربيات بتحرك على بس معرفش كانت رايحة في اتجاه ناحية السويس كده وبرسعيد ويعني شرق القاهرة أكيد هنيجي يقولولنا اللي حاجات دي رايحة فين ولكن شفت عربيات بتحركة اليومين اللي فاتوا تحية مصر وغيرها وعربيات أخرى يعني فكل ده في الآخر الدولة بتعمل كده ليه كله بيشتغل كل الناس النهاردة بتشتغل عشان تعمل حاجة واحدة مش عايزين حد يعني يستغل المواطن في ظل أزمة عالمية تضرب العالم تضرب الشعوب العالم بالكامل بتشتكي فاحنا كمان رغم زين بقول لكم والله رغم ماردنا ورغم ظروفنا ورغم حاجات كثيرة جدا عندنا مشاكل فيها ولكن الدولة بتشتغل عشان توفر الاحتياجات سلع زيت سكر عتس سمنة ماكورونا رز لحمة فراخ كل ده وتفرج على البضايع يعني يمكن على مدار الأسبوع اللي جاي كده أو على مدار الأسبوع اللي جاي مفترض انه كل البضايع اللي موجودة في المواني الأسبوع القادم تكون خرجت ودي كمان لما تنزل وتخرج وتنزل بقى تروح بقى المستثمات الانتاج والتصنيع والمواد الغزاية دي كمان هتساعد على هبوط الأسعار مرة أخرى ولسه كنا بنتكلم على ده مبارح بالنسبة لأعلاف اللي نزلت وغيره وحاجات كثيرة اللي حصل فيها يعني انخفاض كبير جدا وده في الآخر ينعكس على المواطن ينعكس على حضرتك لما تروح تشتري الحاجة هتلاقيها مختلفة عن الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا أو الشهر اللي فاتوا ليه في ضخ كبير جدا فالأسواق اللي هده النهاردة بتتعمل أو الشوادر اللي بتتعمل أو المعارض اللي بتعمل النهاردة كلها توفر فيها السلع بأسعار مخفضة يعني هيعمل السعر اللي هو ما حدش هيبه خسران يعني خلينا نقول كلام الواضع ما فيش حد النهاردة يقول لك أنا بطرح سلع وخسران فيها لا ما حدش عايزك تبقى خسران لأن احنا عايزينك تستفيد بس بيها السعر السلع دي بالتنافسية وبالسعر العادل يبقى المواطن بيلاقي سلع سعرها شوية كويس وانت حضرتك كسبت شوية بدل 40 و50 و60 اكسب شوية مش كتير قوي 15% كويسين قوي في الظلة هذه الظروف واحنا الناس اللي هم داخلين سواء داخلين في الغرف التجارية وغرف الصناعات الغذائية وكل اللي شغالين في هذا المجال لازم نشكر الناس اللي داخلها في هذه المبادرة للناس دي زي نقول لحضراتكم مطلوب انها توفر سلع متميزة مش نص نص لا سلع متميزة لانه يكون فيه رقابة عليها كمان انا مش منزل رز كسر هو ليه مواصفات معينة او مكارون مش عارف شكلها ايه او لحمة بقالها كام او فراخ كاز لا انت بتنزل حاجات احتياجات المواطن فالمواطن ينزل الى اي حاجته عايز خضار فاكهة ما شاء الله مبارح سيد وزير الزراعة مبارح سيد وزير السيد القصير معانا في المداخل قالك لأول مرة يكون عندنا صادرات اكتر من ستة مليون طن صادرات سلع طازجة بنتكلم على خضار بنتكلم على فاكهة لما عندنا ده صادرات ستة مليون يبقى احنا عندنا جوه اكتفاء ذاتي ما عندناش مشكلة لفخضار والفاكهة محدش اهل عندنا مشكلة في ايه في الكلام ده على الاطلاق الحمد لله وكل ده تقدر توفره من خلال كل هذه المنافس تخيل الدولة النهاردة ما في وزارة لها علاقة بالسلع اللي هتكون موجودة عند حضراتكم ترجمة نانسي قنقر